أهلا بكم من جديد مشاهدنا كرام إلى ضيف الغرفة لنناقشها في هذا الفقرة موضوع على جانب من الأهمية يتعلق الأمر بالعلاقات الصينية بالعالم الإسلامي ونخص بها كذلك العلاقات الجزائرية الصينية الضاربة عراقة في التاريخ تمتد إلى أكثر من ألفي سنة نتحدث عن طريق الحرير هذا المعبر الذي كان منارا وكان جسرا للحضارات الصينية إلى دول العالم وكذلك شمال إفريقيا هذه العلاقات توطدت بشكل كبير قبان الطورة التحريرية كيف لا والصين هي أول بلد غير عربي يعترف بالحكومة المؤقتة سنة 1958 وامتدت هذه العلاقات إلى روافد وأبعاد أخرى نتحدث عن الروافد الاقتصادية التي تشكل عاملا مهما في ربط العلاقات كيف لا والجزائر تربطها علاقات مع الصين في الميزان التجاري في التبادلات الاقتصادية وفي غير ذلك سنة 2019 شكلت الاستطمارات الصينية الجزائرية 9 مليارات دولار نهيك عن انضمام الجزائر للخطة الخماسية وكذلك توقيع الجزائر على مبادرة الحزام والطريق التي كانت سنة 2018 نتحدث كذلك عن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال هذا العام بعد أن أعلن عن ذلك أمس الأمينة العام لوزارة التشهر الخارجية وهو يستقبل السفير الصيني في الجزائر كل هذا ربما مشاهدنا الكرام سنلاحظه ونتابعه في مؤتمر دولي بعنوان العالم الإسلامي والصين على طريق الحرير وهذا المؤتمر سيكون بجامعة يحيى فارس بالمدية خلال هذا الأسبوع إذن سنتعرف على محاور هذه الملتقى أهداف هذا الملتقى أبعاد الاقتصادية والتاريخية محور المهم الصين الجزائر في نقاش اليوم أهلا بك الدكتور العربي أبو بكر وأنت رئيس المؤتمر العالم الإسلامي والصين على طريق الحرير مرحبا بك الأخ وشكرا على الدعوة والاشتضافة نشكرك أنت كذلك على تربية الدعوة على طريق الحرير إلى طريق نقاشنا في هذا الملتقى الذي سميتمه العالم الإسلامي والصين لماذا وبالضبط في هذا الوقت؟ طبعا بطبيعة الحال الحديث عن العالم الإسلامي والحديث عن الصين هو الحديث عن 45 بلغة الأرقام هو الحديث عن 50 مليون كم مربع من المساحة وحوالي 3 مليار نسمة من السكان في العالم أي ما يعادل ثلث سكان العالم هذا من ناحية ثانية بحكم الدراسات متخصصة في شؤون تاريخ الأسيوي وجدت أن هناك جسور كبيرة بين العالم الإسلامي والصين تاريخيا منذ القدم إلى يومنا هذا وهذا هو الذي ربما حفزني وحفز زملائي في جامعة يحيا فارس وخاصة في كلية العلم الإنسانية على تنشيط هذا الملتقى وإبراز همية الطريق الحالي في البعد الاستراتيجي للعلاقات الدولية خاصة وأن الصين تعتبر فاعل قوي في النظام الدولي سواء الحالي أو ما يرسم من ملامح جديدة في المنظومة الدولية المستقبلية دكتور أكيد هذا المؤتمر له محاور له أهداف له معطيات شكلية وموضوعية نتحدث عن الشكل من المشاركين من هم المشاركين في هذا الملتقى يعني صفتهم الأكاديمية طبعا بطبيعة الحال الملتقى لقى صدق كبير جدا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وتفاعل معه الكثير من الأستيدة بكل وحتى طالبات الدكتورة بكل الرتب العلمية من أستيدة التعليم العالي إلى طالبات الدكتورة من كل جامعة الوطن وتقريبا وصلنا عدد معطبر من المداخلات وطنيا ودوليا وحتى أصبحنا في حيراتين من أمرنا كنفرز هذه المداخلات خاصة وأن فتحنا المجال للتخصصات أخرى خاصة في حق الإعلام وأيضا العلوم السياسية وأيضا تفعل معنا بعض الأستيدة من جامعات في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في مصر والسودان وفي ليبيا والحمد لله ارتأت اللجنة العلمية أن تختار بعض هذه المداخلات وهذا لا يعني أن المداخلات التي لم تقبل لم تلقى إلى الموضوع ولكن نظرا لأن الملتقى فيه يومين فاخترنا ما هو ربما يناسب المحاور التي موجودة في البرنامج دكتور المؤتمر موصوم بالعالم الإسلامي وموصوم بالملتقى الدولي هل المداخلات تكون بالحضور من جامعات دولية؟ هو في حقيقة الحال يعني حب ذلك وكان ذلك ولكن هناك ظروف استثنائية لا تنسى أننا نعاني من تبعات يعني ما بعد الكورونا هناك ظروف اقتصادية هناك ظروف اجتماعية فحاولنا أن نخفف يعني الأعباء عننا وعن أنفسنا وحتى عن جامعتنا فارتأينا أن تكون المداخلات خاصة عن بعد خاصة أنه اهتدينا إلى أن المداخلات يعني هناك روابط للتدخل المباشر ولكن اهتدينا إلى طريقة أخرى أنه ممكن أن زملاء في الخارج يبعثون لنا تسجيلات حتى نحتاض ربما لمشاكل تقنية قد تحدثوا خلال الملتقى قبل أن نفصل في محاور المتقى ما هي العناوية الكبرى التي يشمل بهذا المتقى الدولي؟ طبعا العناوية الكبرى هي مرتبطة أساسا بالمحاور لأنه لابد أن نناقش ثلاث نقاط أساسية وهذه اللي لابد أن يعرفها المشاهد وبالطبيعة لها الأكاديم المتخصص المحور الأول هو العالم الإسلامي ما يمثله من إرثقافي وفكري وحضاري واختصادي وعمراني واجتماعي وغيره وما تمثل الحضارة الإسلامية في الرصيد العالمي من خلال ما قدمته الإنسانية النقطة الثانية هي الصين ماذا تمثل الصين كتراغ قديم كفلسفة كمنطق كحكمة كطيب نعم وطاوية وغيرها وأيضا طريق الحرير لأنه أحيانا الناس ربما قد المتعلم أو المتقف الذي عنده خلفية فكرية قد يفهم هذا الموضوع ولكن المشاهد ربما يحتاج إلى ربما أنه بسيط له هذه المفاهيم انطلاقا من هذا الملتقى الدكتور في ظل التبسيط والمتابعة ربما الأكاديم يعرف الأبعاد الحضارية لحضارة الصين الكونخوشوسية كما كنا نتحدث وكذلك الإسلام وهذه الروافد نتكلم عن طريق الحرير نتكلم عن صناعة الورق التي اصدهرت وكانت بالنسبة لشمال إفريقيا يعني مدعاة للتدوين وغيرها ولكن البسيط كذلك يتساءل العلاقات الإديولوجية نحن نتكلم عن صين إديولوجيا يختلف عن العالم الإسلامي كيف نوفق بينهم أكاديميا؟ صحيح ولكن أحيانا ربما نحية الإديولوجيا لها معطياتها لأن الأحيانا الإديولوجيا مرتبطة بالأهداف السياسية ولكن الخصوصيات والكيانات المرتبطة بالدول هي كل كيان يحتاج إلى حماية من خلال قيامه وقد رأينا حتى قبل هذا يعني قبل البعد الإديولوجي الذي تحدثت عنه رأينا أن هناك في قرون لاحقة كثير من المسلمين الذين وصفوا الصين يعني قبل إديولوجيا الاشتراكية والشويعية وجدنا ذلك عند المسعودي وغيرها من الرحالة المسلمين وبالتالي وجدنا أن هناك طبيعة الإنسان الشرقي لننسى أن الصين هي جزء من حضارة الشرق والشرق بخصوصيتي الفكرية والثقافية هناك تقاطع بشري يعني عكس ما هو يعني بالنسبة للغرب الذي عنده قيم أين يتقاطع تتقاطع الحضارة الصينية بالحضارة الإسلامية تتقاطع هناك تقاطع باختصار إذا أردت أختصر في القيم الإنسانية في القيم الإنسانية لأن الإنسان الصيني هو إنسان شرقي صح وصرني مؤخرا يعني مثلا أنه في جامعة جزائر أحد الصينيين يعني في رسالة أعتقد الدكتوراه يعني ناقش باللغة العربية وهذا يبين اهتمام الإنسان الصيني بالثقافة الإسلامية ولا ننسى أن هناك يعني عدد معتبر من المسلمين في الصين وينقلوا هذا الصورة الجميلة عن الإنسان المسلم وعن الثقافة الإسلامية نبقى في هذه القيم الإنسانية ونمشي كذلك للتاريخ لأنه لا يعني مستقبل الأمة إلا بتاريخها وحاضرها إذن القيم الإنسانية تجسدت في دعم الطورة الجزائرية من قبل الصين إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المحور مهم في ملتقاكم طبعا هو ربما أحيانا بعض الزملاء يعني بعض الزملاء خاصة لما كنا تناقش في قضية المحاور يعني فرض هذا المحور وفرضا لأن الهدف الرئيسي من هذا الملتقى بغض النظر عن تقليم الأهداف الأخرى هو كان فهم البعد الألاقات الصينية الجزائرية عبر التاريخ يعني منذ قيام الثورة الصينية في 1949 إلى الثورة التحريرية ووجدنا المواقف الصينية قوية جدا موسيطانك نعم موسيطانك وجدنا المواقف الصينية قوية جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي وحتى رأينا بعد الاستقلال هناك رغم يعني أن الاشتراكية الصينية والاشتراكية الجزائرية بعد الاستقلال هناك يعني اختلاف الأفكار ولكن هناك اشتراك في الهدف المشترك وهو البعد التنموي خاصة عن المشترك وأضيف إذا سمحت الأخ بوعافيا وجدنا أن ذلك جل مؤخرا خاصة في وباء كورونا وجدنا هناك تعاون كبير جدا على المستوى الصحي بين الحكومة الصينية والحكومة الجزائية لا أريد أن أغادر هذا المحور لأنه فيه محور اقتصادي في نقاشنا كما لكم أحاور في ملتقاكم نتحدث عن قيم الإنسانية ربما الصين تختلف عن دول الأمم المتحدة والدول العظمى في علاقتها مع القضية الفلسطينية من أكبر دعمي هذه القضية القضية الأم كيف يناقش ملتقاكم علاقة الصين بالقضية الفلسطينية هو في الحقيقة حاولنا أن منكلل العالم الإسلامي لأن العالم العربي هو جزء من العالم الإسلامي حتى بعض الزملاء الذين تدخلوا في الموضوع فقبلت مداخلاتهم لأن القضية الفلسطينية بالنسبة للمجتمع الجزائري مثقفين وعاديين تمثل قضية جوهرية وخاصة أننا نعرف الموقف الصيني المدعم لقضايا التحرر بصفة عامة وخاصة القضية الفلسطينية فبعد المداخلات سبت في هذا الموضوع ويمكن أن يكون أكثر تفاصيل من خلال هذا الملتقى وأنا بالمناسبة أدعوكم لتغطية هذا الحدث إن شاء الله نتحدث عن البعد الاقتصادي تعرف أن الاستقطاب مهم جدا خلال الفطرة الأخيرة في الظروف الجيو سياسية أو الجيو سياسية اللي يعرفها العالم الجزائر لها مبدأ عدم تدخل في الدول في قضايا الدول لها موقف ديبلوماسية متزنة أكد عليها رئيس الجمهورية وكذلك ديبلوماسية بمختلف تجلياتها اليوم لماذا في نظركم تتجه الجزائر نحو تطويد وتوطيد وتتمين علاقتها مع الصين في ظل هذه التجادب هذه القطبية والجزائر تريد أن تكون في خندق عدم إنحياز طبعا أنت تزروني إلى عمق التاريخ العلاقات الجزائرية والجزائر معروفة منذ الاستقلال المواقفة الحيادية وأيضا البراغماطية وأيضا الاستراتيجية وبالتالي لما نشوف أن العلاقات الغربية مثلا بالدول العالم الثالث والدول النامية هي مبنية أساسا بشكل أحيانا عندنا نوع من الابتزاز وعلى نوع من النهب ولذلك الجزائر تحافظ على مبدأ أن الحفاظ على السيادة والحفاظ على الثروات انطلاقا من علاقة اقتصادية وسياسيا بنية على ثقافة رابح رابح وهذا الثقافة هي التي تجعل كلا الطرفين يستفيد من المنافع الاقتصادية ليس أن هناك طرف يستفيد وهناك طرف يكون خاسر ولذلك الصين في التوازن في توازن العلاقات مع العالم تريد أن تبني هذا الطرق الذي سميناها طرق الحالي لأنه لابد أن نعرفه بما بعد علاقات مبنية على أساس هناك مصلحة فعلا لأنه حتى الفرض يحوص على مصلحة شخصية ما بالك بالدول ولكن هناك نوع من التوازن في الحفاظ على تلك المصارح سيد الكريم الجزائر انضمت ووقعت على مبادرة الحزام والطاريق في سنة 2018 إلى أي مدى يعني يفيد الجزائر انضمامها إلى هذه المبادرة ولا تشرح للمواطن الكريم والمشاهد باختصار شديد مبادرة الحزام والطاريق وفي الحقيقة هذا موضوع أهل السياسة أدرى به ولكن أنا أتدخل في هذا الموضوع من جانب تاريخي لأنه طاريق الحرير هو طاريق مرتبط بالعالم الإسلامي وبالتالي فالجزائر انخيراتها في الشراكة الاقتصادية لأنه لا ننسى أنه طاريق الحرير الآن عنده أبعاد أخرى الطرق تقليدي تها الطريق البري هناك طاريق بحري هناك طاريق قطبي هناك طاريق تكنولوجي لم يعد بعده ماركو بولو نعم على طريقة الرحالة الإطارية ماركو بولو عنده أبعاد أخرى ولذلك هنا هذا الموضوع الطريق الحالي لابد أن يأخذ هناك لازم استشراف المستقبل لأنه قراءة هذا الماضي هو اللي خلينا نقرأ الاستراتيجية القادمة في بناء علاقات سياسية واقتصادية ببنية على توازن المصالح سيد الكريم الصين من أكبر داعمي انضمام الجزائر لبريكس في هذا العام إن شاء الله إلى جانب دول أخرى روسيا وغيرها إلى أي مدى يمكن أن تتوتد العلاقات أكثر في انضمام الجزائر لبريكس بما فيها أن الصين عضو في هذا المنظمة هو طبعا دائما قلت أهله الاختصاصي أدري ولكن أنا أقول أين كانت مصلحة الجزائر فعليها أن تكون هناك وما دم أن الصين وروسيا وبعض الدول وجنوب إفريقيا وحتى الهند وغيرها هي دول يعني عندها علاقات متينة ومعروفة تاريخين مع الجزائر فالأخصائيين والاختصاصيين رأوا أنه الجزائر من مصلحاتها الاقتصادية أن تلخرط بهذا لأنه لننسى أن هناك تكتولة أخرى مبنية على المصالح مثلا في الاتحاد الأوروبي وغيرها وهذه الدول في الحقيقة تهمها المصالح والجزائر أيضا تهمها مصلحاتها الاقتصادية وما ينفعها سياسيا واقتصاديا الجزائر سيد الكريم تدعم فكرة الصين الواحدة وتعرف ما تعاني الصين من علاقتها مع طيوان وغير ذلك إلى أي مدى يمكن هذا الدعم في هذا التقارب أن يكون كذلك في لقاءكم وفي محور ملتقاكم وبطبيعة الحالة نتمنى لأنه صراحة كل المدخلات يعني عمرت على ناس ربما أدرب الموضوع بعض المتدخلين ربما أشاروا خاصة لأن بعض الأساتي إذا دخلوا في موضوع العلوم السياسية وهذا موضوع المعروف يعني موقع الجزائر الصين الواحدة لأنه هذه قضايا أحيانا ربما تسمح بتعاون المشترك وغلق كثير من المنافذ التي تستعملها الدول الإمبريالية والاستعمارية في إطار يعني إعادة الرسكالة وبناء استعمار جديد في دقائق قليلة دكتور لكل ملتقن أو عمل إنساني مدخلات ومخرجات المدخلات عرفناها مع الدكتور العربي ولكن ربما المخرجات هي استشراف ويتوقع ماذا تتوقعون وتستشرفون من مخرجات هذا الملتقى بالله أنت تجروني إلى كثير من الأسئلة التي تخالجوني وأنا أقول وبالمختصر المفيد أننا كأساتذة للتاريخ قد فتحنا نافذة هذه النافذة تحتحول إن شاء الله إلى باب لأننا درسنا الموضوع من الناحية التاريخية وحاولنا أن نستشرف وخاصة أن هناك مداخلة لأحد الأسئلة المختصين في هذا المجال يعنونها بالماضي والحاضر والآفاق فالآفاق نتركها لأهل الاختصاص ونتركها للمستقبل لأن قراءة الماضي قد تبني لنا مستقبل ربما أفضل سؤال تود أن أطرحه عليك ولم أتمكن من ذلك سؤال افتراضي ماذا يمكن أن تضيف في آخر هذا الحوار والله أولا إذا سمحت في دقائق وأن كثير من المحاور ربما العسلين دقيقة مرت بسرعة أولا أشكركم على الدعوة والثانيا أيضا أشكر زملاي في جامعة حياة فرس جميعا على تفانيهم في الوصول إلى هذه اللحظة العلمية إن شاء الله نكونوا أضفنا شيء جديدا إلى العلم والمعرفة وفتحنا عرفنا بطريق الحرير وندعو من الجميع إلى حضور هذا الملتقى للاستفادة وأيضا إبداء الملاحظات من هذا المقام كذلك نحن نتمنى للملتقاكم النجاح والتوفيق في أشغالكم ونتمنى أن تخرجوا بمخرجات صالح هذا البلد لصالح الإنسانية شكرا لك دكتور العربي وأنت رئيس ملتقى دولي العالم الإسلامي والصين على طريق الحرير شكرا طريق غرفة الأخبار متواصلة سألقاكم بعد قليل مع موضوع جديد وظيف جديد ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر